قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح للبرهان إنه مع أي حل ينهي الحرب ويعيد الطمأنينة إلى الشعب وضف البرهان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني أن فشل جميع الهدن السابق سببه عدم وجود آليات فعالة وملزمة لمتابعة خلقات قوات الدعم السريعة يأتي ذلك فيما يصد هدوء حذر في الخرطوم بعد دخول هدنة جديدة لمدة 24 ساعة حيث التنفيذ كانت قد أعلنتها الوساطة السعودية الأمريكية وكانت الوساطة الأمريكية السعودية لوحت بتأجيل مفاوضات جدة في حال عدم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار